بارك حربي البالغة من العمر 74 سنة لم تستسلم للأمية وكانت أول تجربة لها مع مقاعد الدراسة ضمن الصفوف محو الأمية أين تعلمت أبجديات الكتابة والقراءة بدأت بكتاب الله هو الأول وقرأت في أسامة قرأت في أسامة قرأت في عام ونصف الله عامين وقرأت 15 نحية زباك ومن بعد مرطت من عيني الله غالب مرطت جاءت عامين الله ثلاثة من أحب سق من بعد ما قال ليش لذاك الجامعة وطول محو الأمية منا لها عند بوثة هنا في عقباء كان الشيخ الزايد يا ربي رحمه ونطالقنا لكساء رحنا للقراءة بالمراسلق نجيبه كتابة ونقرأه في الدار ودبروصنا كل واحد يدبروص السبعينية مبركة رفعت التحدي وبدأت بحفظ القرآن فتمكنت من حفظ نصف كتاب الله ثم تدرجت لتشارك في الامتحان المصري لشهادة البكالوريا حيث اجتازت الامتحان أربع مرات تواليانا وصلت للباكة أنا عفرميها أنا كل عام نعود وما يازال ما كنت بشاربي عديت بالكساء الرابعة والله الرابعة هذه الرابعة هذه تعسنا نقوله وين طلق لاني الرغبة الأولى والآخرة ويعني وحسب رماراني نخمم نولي طول للقرآن تم هذا المرحلة هذه بركة وقد ينولي طول نختم بركة بإذن الله تعالى لك مني أنا مثل مني نجيب الباكة هكذا نجيبه بركة يعني نجيبه هكذا أملها أنها تدخل للجامعة وتدرس يعني تخصص عدب عربي هكذا خلتين بركة الطالبة الجدة طلقت الأمية تمكنت من حفظ كتاب الله وهي تتقن ثلاثة لغات ممثلة في العربية الفرنسية والإنجليزية كلها إصرار على نيل شهادة الباكالوريا لحجز مقعد في الجامعة ترجمة نانسي قنقر